بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله حياكم الله أهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لحفظ صورة الضحى وذلك من الآية الخامسة وحتى نهاية الصورة بالآية الثامنة بإذن الله تعالى ولكن قبل أن نبدأ سويا في تلاوة هذه الآيات وفي حفظها وتكرارها دعونا نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء عند مسه لكتاب الله كذلك من الآداب الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وكذلك بالبسملة عند بدء الصورة كذلك من الآداب الترتيل وحسن القراءة كذلك من الآداب التدبر وفهم الآيات وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه عند تلاوته للقرآن والآن إخواني وأخواتي وقبل أن نبدأ في درسنا وأيضا أن نراجع ما سبق حفظه في هذه الصورة دعونا نتذكر سبب نزول صورة الضحى فقد روى جندب البجلي رضي الله عنه قال احتبس جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه فنزلت هذه الصورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآن ننتقل إخواني وأخواتي إلى أن نراجع ما سبق حفظه في هذه الصورة حفظنا من الآية الأولى وحتى الآية الرابعة دعونا نستذكر هذه الآيات ونثبت المحفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بارك الله فيكم إخواني وأخواتي الآن ننتقل إلى مقطعنا ودرسنا الجديد سنحفظ فيه ما تبقى من هذه الصورة من الآية الخامسة وحتى الآية الثامنة وهي نهاية صورة الضحى الآن دعونا نبدأ سويا في هذه الآيات فكرروا ورددوا معي حتى نحفظها سويا بإذن الله تعالى بالشكل المطلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَوْلًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَوْلًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَوْلًا فَهَدَى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى بارك الله فيكم إخواني وأخواتي إذن تلونا سويا هذه الآيات المباركات كررناها وأتمنى أنكم قد حفظتموها ولكن قبل أن نعيد تلاوتها مرة أخرى دعونا نستذكر ونتدارس أهم الأحكام التجويدية في قوله عز وجل ألم يجدك هنا ميم ساكنة وأتى بعدها حرف الياء ولياء كما عرفنا من حروف أحسنتم الإظهار بالنسبة للميم الساكنة في قوله عز وجل يتيما فآوى تنوين أتى بعده حرف الفاء والفاء من حروف الإخفاء من حروف الإخفاء وفي قوله عز وجل ضالا فهدى هنا مد لكن ما هو نوع المد هنا؟ أحسنتم نوع المد هنا يسمى بالمد اللازم بالمد اللازم الكلمي لماذا هنا مد لازم؟ لأن حرف المد وهو الألف جاء بعده حرف ساكن ونحن نعرف أن الحرف المشدد أصله حرفان حرف ساكن وحرف متحرك فالحرف الأول هو الساكن فهنا حرف المد إذا جاء بعده ساكن فإنه يمد مد لازما بمقدار ست حركات كما هو في الحال في هذه الآية ضالا فهدى أيضا في قوله عز وجل ضالا فهدى هنا تنوين أتى بعده حرف الفاء والحكم هنا كما في الآية السابقة الإخفاء أما في قوله عز وجل عائلا فأغنى هنا نوع المد أحسنتم مد متصل لماذا؟ لاتصال حرف المد بالهمز في كلمة واحدة والمد المتصل حكمه الوجوب بمقدار أربع إلى خمس حركات الآن إخواني وأخواتي قبل أن ننتقل إلى معاني الكلمات دعونا نعيد تلاوة هذه الآيات ونكررها سويا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وَوَوَجَدَكَ ضَلًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى بارك الله فيكم إخواني وأخواتي والآن بعد أن تلونا سويا هذه الآيات ننتقل إلى معاني الكلمات قوله عز وجل وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أي وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ أيها النبي من أنواع الإنعام في الآخرة فترضى ألم يجدك يتيما فآوى أي ألم يجدك من قبل يتيما مات أبوك وأنت حمل في بطن أمك فآواك ورعاك وَوَجَدَكَ ضَلًّا فَهَدَى أي وَوَجَدَكَ لَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ فَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَوَفَّقَكَ لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أي وَوَجَدَكَ فَقِيرًا فَسَاقَ إِلَيْكَ رِزْقُكَ وَأَغْنَى نَفْسُكَ بِالْقَنَاعَةِ وَالصَّبْرِ إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله نلتقيكم في دروس قادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته